بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة ثانية النهاردة ان شاء الله بنلتقي من حلقاتنا جريد سيكس المنهج الجديد مع مراجعة لشهر فبراير او اختبار شهر فبراير لعام الفين اربعة وعشرين للمنهج الجديد اول سؤال معنا النهاردة بيقولي طبعا احنا عارفين لو انت يبقى احنا عايزين اللي هي يعني واحنا درسنا قبل كده ان مثلا تلاقيها ولو سألك على برضو بتقولي والابسلوت زيرو برضو زيرو يبقى لأي نمبر يا اما بوزيتف يا اما زيرو وبالتالي لنهجاتف وانهاف ودي قملة سهلة وبسيطة لكن لو الاكس موجودة ما بين الاكس موجودة زي الاكسامل التاني ده يبقى الاكس هنا لها احتمالين ممكن تبقى بفور ممكن تبقى بنيجاتف فور يبقى اكس ايكولز النقط الاونية بكتبها فور والنقط التانية بكتب فيها نيجاتف فور نمبر سي بيقولي ده سمولست كاونتينج نمبر ايز طبعا احنا اخدنا الكاونتينج نمبرز قلنا هي الوان والتو والثري and so on وبالتالي هنا ده سمولست كاونتينج نمبر هو الوان يبقى ايز وان يبقى اللي انت تكتبه هنا الوان ده نمبر اف انتجرز بتوين نيجاتف فور ان زيرو يفضل دايما ترسم لنفسك شكل كروكو كده نمبر لاي وتكتب النيجاتف فور هنا والزيرو هنا وتبدأ تعد الموجودين بينه طبعا هنا هيجي نيجاتف ثري نيجاتف تو نيجاتف وان وبعدين زيرو لو عدتهم ما بينهم ادي عندك نيجاتف فور ودي زيرو هتعد وان تو ثري يبقى is three numbers بيقولي هنا احنا محتاجين نعمل evaluating للجملة دي absolute value of negative two دي معناها تول وابسولود value of zero دي معناها zero يبقى two times zero equals what equals zero يبقى الانسر هنا هتكتب zero بيقولي 15 thousand 15 divided by 15 هنا ممكن نعمل division بمجرد النظر يعني ايه يعني بنجبها من تلمعات بقول 15 divided by 15 equals one zero divided by 15 equals zero one divided by 15 it doesn't work بتكتب كمان zero وبعدين بتاخد two digits او last two digits 15 divided by 15 equals one يبقى الانسر عندك one thousand one next exercise choose the correct answer هنا جملة comparing هجيب بس ال absolute value ال negative two point seven one دي معناها بtwo point seven one ودي كأنها two point seven zero هتلاحظ هنا ان ال hundredth place فيها one وهنا zero طبعا والone is greater than zero يبقى الانسر عندك هتلاقيها بيه بيقولي f absolute value of negative 99 equals x خد بقى لك ان ال x هنا هره يعني من غير ال absolute value يعني اصبح ال value الخاصة بال x هتكون positive 99 يبقى الانسر هنا positive 99 وبالتالي هتختار هنا الاختيار الصحيح هتلاقي بيه absolute value of negative 11 طبعا ده 11 هتقولي نفسك 11 is greater than what طبعا is greater than 10 فالانسر عندي هتلاقيها ايه the distance between negative four and its opposite الجملة دي مهمة جدا ال opposite ل negative four هو four وبالتالي انت هترسم هنا number line عندك هنا zero وعندك هنا negative four وعندك هنا four انا بسأل على المسافة او distance ما بين negative four والfour من zero لل negative four المسافة بتلاقيها four units اللي هي absolute value of negative four مهمة جدا والمسافة من zero للfour هي absolute value للfour اللي هتبقى four units يبقى انت هتجمع four units plus four units يبقى هيديك eight units فالانسر هنا هتلاقيها eight فالانسر هنا بالتالي هتبقى c بطريقة تانية بعض الناس بيتلسم number line just counting the units وبعدين بيبدأ يعد اليونت وبيوصل لنفس النتيجة next exercise بيقولي in a lab there are two freezers at different temperature to preserve meat يعني عندك اتنين freezer بيقولي freezer a وfreezer b freezer a is negative one degrees and freezer b is negative five degrees طبعا negative one معناها ايه معناها one degree sub zero وديت معناها five degrees sub zero بيقول which integer is greater negative one ولا negative five طبعا negative one is greater طب ليه because negative one هيبقى add the right of negative five on the number line او بعد negative one عن zero بتلاقيه طبعا اقل عن بعد negative five عن zero وبالتالي هنا هو بيسأل على greater يبقى هتقوله negative one بيقولي which temperature is cooler مين هنا الابرد الابرد عندك هنا هتلاقيها او الاكثر برودة هتلاقيها negative five degrees هو بيسأل هنا على temperature explain how you know برضو بتقوله على طول انه negative five is less than negative one وبالتالي هنا بقول انه negative five degrees is ممكن اقولها ايه باي صورة من الاشكال بتحل السؤال next exercise choose the correct answer بيقولي in algebraic expression انا اخدنا ده وقلنا عليه algebraic expression وتكلمنا عليه وقلنا number of terms وخدنا يعني coefficient وخدنا يعني degree كل كلام ده احنا درسناه فهو بيسألك على بعض الحاجات المهمة وخدنا يعني ايه like terms وهكذا بيقولي the two like terms like terms بتلاقيهم زي بعض بيبقوا مشتركين في الرمز ومشتركين كمان في exponent طبعا هنا عندك five x five m الرمز مختلف وبالتالي هنا هتلاقي عندك three and negative four وما دول two numerical values يبقى الانصر عندي three and negative four فالانصر عندك هتلاقيها c تهلا جدا بيقولي all the following are integers except طبعا هنا كلهم integers معدة واحد بس تب مين هو تعال نشوفه ال negative four ده integer خلاص ده integer فيش مشكلة مش اختاره ten over five دي معناها two والtwo برضو integer لو بسيت للأكير zero divided by five equal zero و zero برضو is an integer ولكن 15 is not divisible by five وبالتالي 15 over five دي على طول is not integer طبعا بيسميوها الرشنة النمبر قدناها قبل كده بيقولي the number of terms of the expression هتعد terms دي one two three four يبقى انت معاك four terms يبقى انصر عندي هتلاقيها دي بغض النظر ان احنا نقدر نعمل simplify هنجمع five وهنجمع four مع بعض وكذلك negative two m و negative three m في الاخر لو انت عملت simplify هيبقى عندك two terms وطبعا دي اجابة مش سابة لانه هو بيسألك على ال expression وهو كاتبوك في الصورة اللي قدامك the coefficient in algebraic expression طيب ال coefficient بيبقى خاص بمين؟ بيخاص بال algebraic term طيب ال algebraic term موجود عندي في ال expression هو four x النمبر او numerical value اللي قدام الرمز اللي عندي ده بنسميه coefficient فالكوفيق عندك equals four فالانسر عندي هتلاقيها ايه if the price of twelve pins of the same kind is four hundred fourteen leverage بسيام بيقولي then the price of each one is what just to divide هقوله كذا four hundred fourteen divided by twelve طبعا اشتغل باي طريقة اللي رايحك اشتغل به وبالتالي هقوله forty one divided by twelve طبعا طريق ثري three times twelve is equal to thirty six طبعا ال remainder هيبقى five and bring down four باعت عندي fifty four طبعا مستر fifty four divided by twelve equals what؟ طبعا نلسم شوية مجربيني three هتجرب الفور four times twelve equals forty eight draw a line and subtract routine minus eight equals six خد بالك انك تنزل zero وطلع point يبقى sixty divided by twelve equals five five times twelve equals sixty draw a line and subtract it will be zero معنى كده مستر ان the value of one bin is equal to 35.5 يبقى الانسر 35.5 فالانسر عندك هتلاقيها c الاسرسايز التالي complete the following بيقولي in the opposite bin diagram بيقولي the gcf طبعا احنا اتفقنا ان ال common region بنكتب فيها gcf فالgcf عنديها تبقى element two طبعا ممكن يسألك اسئلة تانية على الشكل ده بس مش موضوعا ممكن ما تختبرش فيه لان ده سؤال خدناه في الاول قالص بيقولي the constant in the expression ال constant دايما بيكون هو the numerical value الموجودة في ال expression فال numerical value عندك هتلاقيها negative five وتبقى لك بعض الناس بتكتبها five وده خطأ ليه؟ لانك لما بتاخد الترم بتاخد الترم بال sign القصة بيه يبقى ال value هنا هتلاقيها negative five او هتنسى البتة دي the number of terms of the expression just count one two فده بنسميه binomial يعني two terms يبقى اصبح عندي two وبيسأل على number of terms خد بالك من السؤال بيقولي 18 plus 12 طبعا هنا هنستخدم ال gcf ال 18 وال 12 ال gcf عندك 16 فكاينك بتكتب ال 18 دي six times three وال 12 دي برضو six times two هتنسى البتة دي six as a common factor وتشتبه هيتبقى عندك ال three وال two يبقى تكتب في ال bracket three plus two طبعا الم missing number عندي هتلاقيها هنا three او ممكن تكملها باستخدام division بيقولي the smallest counting number is طبعا السؤال ده مقرر هو one the opposite of the absolute value of negative four او model is negative four is equal to four طب انا بسأل على مين بسأل على ال opposite لده ال opposite عندي هيبقى negative four next exercise بيقولي write numerical expression يعني انت عايز تكتب numerical expression or algebraic expression يعني احنا هنا عايزين نعمل حاجة اسمه classify واحنا خدنا الفرب ده قبل كده يعني هو بيديك expression وانت عمله classify يا اما هتقول algebraic يا اما هتقول numerical طبعا algebraic امتى لما يكون عندي في رمز x y n m طب numerical امتى لما كله يبقى numbers five times three plus four يبقى على طول ده numerical فهنا هكتب كلمة هنا numerical اللي بعده فيه x وفيه three y يبقى على طول هنكتب كلمة algebraic algebraic expression two m minus three برضو p m هندي يبقى هنكتب هنا algebraic expression اخر واحدة كلها number z mister وبالتالي او كلها numerical values وبالتالي هنكتب كلمة numerical numerical expression اللي بعده بيقولي order from greatest to least كلمة خد بقى لك عدة greatest to least دي خد بقى لك ان انت عندك d negative و d negative و عندك zero و كلهم positive انا دايما بفضل استخدم بقدر الامكان هنا خد بقى لك ده d negative و d negative خلاص تمامي بهم دول الصغيرين باستخدم دايما ايه باستخدم دايما فانا هعيد كتابتهم تاني negative seven over ten دي بعملها negative zero point seven وبعدين three over six دي او five دي بعمل times two فها بالتالي يبقى six over ten اهي باكتب على مهلي يبقى zero point six وبعدين دي مكتوبة جهزة zero point four و دي برضو بتعملها times two عشان تسامل على نفسك فانتبقى eight over ten بس خد بقى لك هي negative يبقى negative zero point eight واخر واحنا عندي zero تعالا ناخد بقى الجريتست الجريتست هل هيبقى zero point six ولا zero point four طبعا هيبقى zero point six zero point six دي كانت عبارة عن three five فانا باشتب عليها كده وباشتب على three five وبكتب هنا three five طيب بعد كده مين zero point four كانت مكتوبة zero point four برضو هي نفس الصورة خلاص اصبح عندي negative zero point seven و negative zero point eight zero طبعا zero is greater فبالتالي هنا بكتب zero خد بقى لك ان zero is greater than any negative number مهمة جدا ازروري طبعا negative zero point eight ولا negative zero point seven كأنك انت بتعمل comparing between negative eight and negative seven طبعا negative eight is less than negative seven وبالتالي ده الكبير فانا بكتب negative zero point seven خد بقى لك لان هنا order from greatest to list وبعدين في الاخر خالص negative zero point eight خد بقى لك ان ده اللارجست number وده الليست نعم next exercise complete the following بقلي the verbal expression or two m minus seven is what يعني الاكسبريشن ده لو هتقوله verbal معناها ايه؟ معناها double m وبعدين minus seven ممكن تكتبه زي ما انا قلتها كده ولكن نقوله مثلا ايه؟ double m increased by seven او double m mister less than seven يبقى هكتب كده double m less than seven اللي بعده بقولي the number of integers between four and its opposite السؤال ده برضو سؤال مكرر عندي هنا الفور طب ال opposite الخاص به ايه؟ negative four شوفتي بينهم كام integer انت هنا هتكتب negative three negative two negative one وال zero وال one وال two وال three one two three يبقى ثري نمبر four five six seven يبقى تكتب seven integers between them the algebraic expression for a number less seven number less seven يعني النمبر ده هي ايه لي seven يبقى ممكن اكتبه x minus seven سهلا جد absolute value of negative four ديب four وابقلود value negative seven ديب seven فيقول بالك انك تعمل plus four plus seven equals 11 يبقى الفاليو اللي انت هتكتبه هنا هي 11 رامي works x hours daily كل يوم بيشتغل x hours ممكن يكونوا three hours four hours حين كان بيقولي the algebraic expression for the number of working hours monthly طيب احنا واخدين ان a month equals how many days thirty days خد بالك يبقى هو هيشتغل طبعا hours daily يبقى علشان تجيب هو في الشهر بيشتغل قد ايه just multiply number يبقى لكم دهالك daily number of days اللي هو 30 times number of hours in each day اللي هي x 30 times x دي احنا هنكتبها في شكل ايه هنكتبها كده 30x اه to find the total number of hours in month او monthly next exercise choose the correct answer twice كلمة twice دي بتكافئ كلمة double يعني times the two twice the difference of the number and five طبعا هو هنا النمبر عندك x و five difference عنهم x minus five ممكن تعملها five minus x بالصراع الترتيب اللي هو موجود وبعدين twice يعني times two الشكل ده ممكن تستخدم the distributed property بتكتبها two x minus two times five اللي هي ten يا اما تختار ده يا اما تختار ده طبعا اوضح الاولين يبقى المفروض x minus five وبعدين times two طبعا هو مستخدم الرمز هنا y مفيش مشكلة يبقى الانسر عندك هتلاقيها d يعني كل حكاة بغرد ان انت هتستبدل x بغاية بس طبعا انت بنستخدم x لانه بيكون اشغل شوية ليلة saved in طبعا ليلة بتوفر عدد من الجنيهات equals n and her mother gave her five يعني وما هدتها كمان five بيقول لي she will have اللي معاها n وبعدين plus five من امها يبقى n plus five n plus five طيب which of the following are like terms طبعا اتكلمنا على like terms طبعا ده x وده y يبقى مختلفين مش هينفع اختار x y y z طبعا مختلفين تماما عندنا x y و z 31 x 13 x هما دول برغم ان ال coefficient مختلف ولكن like terms نقولهم برضو لازم يشترك في مكتين اه الحاجة الاولى الرموز يعني هنا مثلا x y وهنا مثلا 3 x y و ايه كمان والexponent ودي مش موجودة عندك في الكتاب اللي بعده بيقول لي the distance between the opposite of three and zero ال opposite of three معناها negative three يبقى انت بتقول لي نفسك ترسم اللاين عشان ما تطلق بطش هنا negative three وهنا zero طبعا negative three يبقى negative two negative one اه يبقى just two numbers يبقى الاجابة two لأ كمان ده هو عايز ال distance مش عايز ال numbers للأسف يبقى هتعد ادي one two three يبقى three units يبقى الاجابة هنا three هو مش عايز ال numbers هو عايز ال distance وبالتالي الانصر هتلاقيها three the rational number between zero point three و zero point four عشان تسهل موضوع على نفسك كأنها zero point three zero و zero point four zero كأن بقولك ما بين ما بين الثرتي والفورتي طبعا ما بين الثرتي والفورتي هتلاقيها دي اللي هي ثرتي تو يبقى الثرتي تو طبعا مش هتكتر ده طبعا ده خطأ يا شباب يبقى zero point three two أنا بتلتقى في النقطة ايه بيقولي اسلام is x years old now يعني هو عنده x طبعا ممكن يقولك since ممكن يقولك after بيقولي how old will he after six years بعد six years يبتعمل plus يبقى x plus six يعني افترض ان اسلام عنده ten years دلوقتي يبقى بعد ستة سنوات ان شاء الله رب انه يدي له عمر يبقى كام يبقى يبقى ten plus six يعني هيبقى عنده 16 years يبقى هنا x plus six يبقى انصر عندك هتلاقيها ايه مهمة جدا السؤال بعد كده ده سؤال قديم ده شكل van وبيسأل على النمبر الاولاني اللي هو factors of m والنمبر التاني طبعا عشان تجيب ال m طبعا النمبر دي مش واضح قد يكون ال m واضح يعني d three و d three و d two يبقى اصبح هنا او اصبح هنا النمبر الاولاني عبارة عن three times three times two يبقى 18 النمبر التاني two times واعرفش دي five و دي كام مش عارف الصراحة يبقى كأنها two times five times النمبر ده مثلا three يبقى اصبح ten times three equal the thirty تمام لو سألك على الجي سي اف طبعا هو الجي سي اف منها مش هطلع يعني فيه اختلاف الصراحة بدي اه الجي سي اف هتلاقي ال common region اللي هي دي هتحطها طب ال lc m ال lc m يعني هتضرب كل الفاكتورز ببعض هيتطلع لك ال lc m اه عمتا اه الارقام هنا مش فاطئة وبالتالي السؤال يعني ممكن ممكن تحزف السؤال لان فيش مشكلة لان ارقام مش فاطئة السؤال السؤال بعد كده سؤال مهم يبقى انا عندي هنا احمد اكل قد ايه اكل اكس طيب عندي وابو يقول 6 sandwich طب ايه ايه if the price of each sandwich 5 livre jips يعني يبقى انا عايزة لو هاشوف احمد يدفع ديه يبقى x times the 5 طب ابو هيدفع ديه يبقى 6 times the 5 برضو نفس الساندويتش بيقول لي يعني انا عايزي total cost يبقى total cost كل اللي عليك انك هتجمي مع دول x times 5 اللي تقدر تكتبه 5x وبعدين plus 6 times 30 6 times 5 اللي هي 30 يبقى total cost اللي انت هتكتبه هنا هو عبارة عن 5x plus 30 اهي فيه طريقة تانية للحقل ايه هي تشوف number of sandwiches الاولاني x والتاني اكل 6 يبقى x plus 6 بعدين times 5 لو انت استخدمت distributed property انا هيديك نفس الفاليو دي يبقى اصبح عندي 5x plus 5 times 6 equal to 30 نفس الاكتبريشن ده يعني دول اتنين متكافئين يا مثل اذا يبقى مهم جدا اشتركوا في القناة